أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله باب الحمد مفتوح والله بالحمد محمود وممدوح فالحمد منه له والمدح منه له فادخل عليه به فالباب مفتوح فلله حمد دائم متواتر إذا تم حمد يختفي إذ رحو حمد الحمد آخر ما نرجو وأوله لله مرجعه لله موئله ثم الصلاة على من لا تمثله أنامل الكون لو فاضت أنامله نور نطل على الحياة رحيما وبكفه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما الله عظم قد رجاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما من ذا الذي ما ساء قط من له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الأكارم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وقفتنا في هذه الحلقة مع قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هذه الآية عظيمة جدا آية يأمرنا الله تعالى فيها بالإنفاق والإنفاق هو خلق محمد صلى الله عليه وسلم خلقه الذي فطره الله تبارك وتعالى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا النبي صلى الله عليه وسلم كان منفقا وهذه الخصلة حفظها عنه أصحابه وتابعه أصحابه في ذلك فقال الله تعالى مثل الذين يضرب يا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابك هذا المثل في من ينفق ماله يبتغي به مرضاة الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أنفقوا القليل أنفقوا الكثير المهم أنهم يبتعوا بذلك مرضاة الله تبارك وتعالى وعلى الإنسان أن لا يحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق إذا كان لديك مال قليل أنفقه لوجه الله تبارك وتعالى فهذا يسمى إنفاق تنال الأجر عند الله سبحانه وتعالى قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبته هذه الحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم لأن الخير خير الله والله تعالى هو الذي يثيب عباده على هذا الإنفاق فإذا أنفقت مئة فالله تبارك وتعالى يضاعف هذه المئة أضعافا مضاعفا إذا أنفقت ألفا الله تعالى يضاعف هذه الألف أضعافا مضاعفا إذا أنفقت مئة ألف الله تعالى يضاعفها إذا أنفقت مليون الله تعالى يضاعفه المهم أن لا تحقر يا أيها العبد شيئا من المعروف أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المنفقين وسيد أهل الجهود يحدث عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وهذا مما لا خلاف فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه شبري فيدارسه القرآن وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة النبي صلى الله عليه وسلم أجوده لا يمثل إلا بالريح المرسلة ولكننا مطالبون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا في هذا الشهر في شهر رمضان علينا أن نضاعف الإنفاق وعلينا أن نتعهد الجران وعلينا أن نتعهد المساكين وأن ندخل السرور عليهم هذه الجلسة التي تجلسها مع أبنائك تأكلون ما لذة وتأكلون ما طاب وتشربون ما لذة من أنواع المآكل عليكم أن تدخلوا السرور على هؤلاء الضعاف وأن تبتعوا بذلك الأجر عند الله وأن تعلموا بأن هذا الأجر لن يضيع وأن تعلموا بأنكم أحوجوا إليه في دار الآخرة منه في دار الدنيا علينا أن نتعاهد الفقراء وعلينا أن ننفقهم وعلينا أن نواسيهم كل واحد منا يواسيهم بما أتاح الله تبارك وتعالى له فالغني ينفق بقدر إنفاقه ومن دون ذلك ينفق بقدر إنفاقه ثم لا بد أن ننبه أن هذا الإنفاق منه ما هو واجب كالإنفاق على الأبوين الفقيرين هذا واجب هناك الإنفاق على الأبناء الذكوري ما لم يبلغوا أو بلغوا غير قادرين على الكسب هؤلاء يجب إنفاقهم الإنفاق كذلك على البنات فاللائي لم يتزوجن هذا كذلك واجب هناك الإنفاق المستحب هو الإنفاق على الأقارب والإنفاق على غيرهم فهذا من الأمور المستحبة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسوا في هذا الإنفاق لأنهم استشعروا قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة من أتحبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علي هذا أبو طلحة كانت له بيرحا يحبها جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستضل بشجرها ويشرب من مائها لما أنزل الله تعالى لن تناروا بر حتى تنفقوا مما تحبون وانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقهم لكلام الله تعالى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن من أحب مالي إلي هذه البرحا وهي لله تعالى انظر أين تضعها النبي صلى الله عليه وسلم قال له بخن بخن ربيح البيع ربيح البيع وهذا أبو الدرداء كان في الجنة من عرق الرداح لأبي الدحداه أنفق كذلك ماله في سبيل الله وهذا أبو بكرم رضي الله تعالى عنه أنفق ماله في سبيل الله أنفق جميع ماله في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ما سئل ما تركت لبنيك قال لهم تركت لهم الله ورسوله هذا عمر الخطاب أنفق شطر ماله هذا علي أنفق شطر ماله وهذا عثمان أنفق كل ماله في النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش العسرة فقال عثمان هذا العثمان ما صنع بعد اليوم حفر بأرومة الذي يشرب منه الناس الآن في المدينة المنورة وأجره طبعا يصل إليه الآن عبد الرحمن بن عوفين دخلت له المدينة الفناقة محملة بأنواع المضائق قال هذه في الله تبارك وتعالى هؤلاء يتنافسون يعلمون بأن الآخرة هي دار القرار ويعلمون بأن الخير خير الله تعالى وبسط عليهم الدنيا وأن هذه الدنيا إذا بسطها على عباد الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى ينفقها عليه فالله تعالى يزيدها ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا اللهم أعطي منفقا خلفا هذه دعوة بركة أن يزد الله مالك أن يزد الله خيرك أن يزد الله رزقك وأما إن كنت من أهل الإقتار ومن أهل الإقتار فالملك الآخر موكل بك اللهم أعطي اللهم أعطي ممسكا تلفا وهذه الدعوة قطعا لن تخيل فلابد إذا أن نجد وأن نجتهد وأن ننفق والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث النساء على الإنفاق قال لا تحق لن جارة لجارتها ولو فرسنشاه ولو فرسنشاه أن تبعث به إلى جارتها والآن الحمد لله الأطعمة الكثير منها يفضل عن أصحابه ومن هنا نتذكر شيخنا العلامة الشيخ حمد الملتاه رحمه الله تعالى وألبسه الله ذوب رحمته كانت له جمعية عجيبة هذا الرجل استشعر أهمية الإنفاق كان يجمع فضل الطعام الذي يبقى عن أهله ويوزعه على الفقراء لأنهم أشدوا احتياجا له يدخل عليهم السرورة ويقربهم من الله سبحانه وتعالى بذلك فلابد إذن أن نستشعر خطاب الله تبارك وتعالى لنا من فوق سبع السماوات وأن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا الإنفاق وأن هذا الإنفاق كلما بلغنا فيه كلما زادنا الله سبحانه وتعالى مالا زادنا الله سبحانه وتعالى رزقا زادنا الله سبحانه وتعالى بركة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم علمنا الله وإياكم علم التقاء والأدل اشتركوا في القناة